تلقى النهاردة ناس خدوا الموضوع قالك ايه قالك اه ده ده بسبب امريكا وناس خدوا تانية قالك ده بسبب تركيا النهاردة قناة الجزيرة قناة الجزيرة جايبين واحد قالك الحادثة دي بسبب السيسي الاخوان نهاردة تجننوا قالك الحادثة دي بسبب سيسي كل واحد بقى انما مش ده يبقى على رأي السفير بتاعنا مش ده يبقى فجر مش ده يبقى كذب مش ده يبقى جنان رسمي انه تشوف الجريمة وتستغل الارهاب علشان وقع سياسي ده دي جريمة ماينفعش تهزر معاها ماينفعش تتاجر بيها يعني الشي اللي حصل النهاردة مرعب مرعب ولانه طبعا موجود في دولة من العالم الاول او التاني كان له واقع اكبر كتير من احنا لما عندنا الارهاب عندنا يقول لك ايه عندنا بقى لما يحصل يقول لك ايه حادث وكان فيه جهاديين او 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 معارضين ويتقال عليه كده انما طبعا في المكان اللي حصل فيه الكلام ده والميديا العالمية محدش قدر النهاردة يبص في الارض ويقول ان ده مش ارهاب ده ارهاب وارجو انه كل الناس محدش ياخذ هذا الموضوع فيه مصلحته لانه موضوع تاريخي ويجب ان يغجل اي انسان انه يتاجر به النهاردة وحتشوفه يعني التجارة ابتدت من ساعتين تلاتة وحتشوفه ده يعني الاستمرار في هذه التجارة حكاية مؤلمة ارجو انه نتعلم منا حاجة ونقدر نعمل منا حاجة وربنا يسطر ربنا يسطر على اليوم الجاية انا لا اتمنى حدوث شيء لما بقولي الكلام ده يقول لك عمر قديم بيقول وعمر قديم مش عارف معلومات ولا معلومات ولا حاجة انا بقول له حضراتكم حتشوفه ده وحتشوفه بيانات وحيطلعوا بيانات هنا بقى دور عقلاء الامة هنا دور الناس العقلة هنا دور انه الحادثة دي مش تجيب دم زيادة انها توقف الدماء في العالم